خلصنا بقى سيدات ورجال لكرة السلة ومنهم هنروح للكرة الطيرة الاهلي طبعا بيستهل مشواره فيه دوري رجال الكرة الطيرة بواجهة المقاولين ويمكن فريد اول لرجال الكرة الطيرة بالنادي الاهلي بقيادة مديره الفني الاسباني ميستر مونزو هيبدأ اول مطشاته ان شاء الله فيه المجموعة التانية من بطولة الدوري الممتاز للموسق من حالي 23-23-24 بمواجهة نادي المقاولين العرب المطش هيكون يوم السبت ان شاء الله الموافق 18 من نوفمبر المقبل يعني هيكون على ملعبنا في تمام الساعة السادسة مساء المطش هيكون بداية كويسة جدا لينا والمطشات هتكون متدرجة لينا من الأضعف للأقوى بإذن الله علشان بقى ندخل خلال الفترة المقبلة في أجواء البطولة بسهولة المجموعة مع الاهلي هيكون فيها طبعا يعني المجموعة فيها مع الاهلي والصيد أربع فرق كمان هما الترسانة والشمس ودالفي وبترو جات فرقتنا الساعة اللي فاتت الحياة قدرت ان هي تكسب بطولتين وهم كأس السوبر والبطولة العربية ولكن يعني خليها نقول كده ونوضح ان الجمهور أغلبه يعني كان زعلان وأكيد ده حقهم بسبب خسارتنا للدوري وكأس النصر للسنة التانية على التوالي ولكن الحياة زي ما احنا بنقول على الحلوة والمرة معاه فيعني يمكن زعل الجمهور ده مش بيطول طويلا وبيفضلوا ان هما في ظهر أكيد فرقتهم اي فريق من النادي الاهلي زي ما احنا شفنا يمكن في اي بلد كمان واي دولة بنشوف جمهور النادي الاهلي وراه شفنا مؤخرا كمان بشكل ملحوظ جدا في ألعاب الصلاة لفريق السلة تحديدا شفنا في البحرين يمكن كان دعم كبير جدا جدا وشفنا يعني دايما بيكون في حجد كده على السوشيال ميديا ان كله يمكن بيقول لبعضه يلا نروح نشجع فرقتنا وده يمكن احنا كن متعودين عليه على مستوى فريق كرة القدم فقط ولكن مؤخرا شفنا على مستوى ألعاب الصلاة ان دايما جمهور النادي الاهلي في ظهره سواء في الخسارة او المكسب ودايما الحياة بيدعموهم وبيشوفوا كمان قد ايه هم بيعملوا مجهود على أرض الملعب وعشان كده يمكن الزعل زي ما انا قلت ما بيطولش قوي بعد اي خسارة من اي فريق من الفرق المختلفة لا النادي الاهلي